من الغلط فيكم؟ اشتركوا في القناة الفلوجة وشفت قالوا لنا خمس دجايق ومعاك وعطون وين نروح؟ جنوب غزي جاعدين بفتلوم هناك وبيخدوم ومغار بغزي جاعدين برموا جدايف عن الناس وين نروح يا ربي وين نروح؟ حسبنا الله ونعمل وكيل على اللي كان السبب بيش مكافل شفناه رنوا على مسؤول الإدارة قالوا له اخلي المدرسة معاك خمس دجايق واخلينا وين نروح؟ كيف قردتوا الشارع من هنا من الآليات؟ شفناه 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 أشي جاية محددة نالا خايم ورائي شفناه مدنيين احنا يا عالم وعلى لئلنا لأسلاح ولا لألنا على غيره مدنيين زي ما انتم شايفين بشباش ابنا وبزناني ابنا باقينا وباكلنا. باقدناش اكلنا. يلا يلا خذنا بس اي حاجة. لا في عنا لقيت فراش ولا في مية. اقول لك ريقي ناشف من العطش. اقسم بالله اننا عطشان. شو اللي صار معكم? والله من يعرف. فجأة طلعوا من المدارس. نعرفش عنا بيركب مركز الاواء. اطلعنا من مركز الاواء وهينا الذهبين بصار مش عارفين وين. مش عارفين وين نروح. الله اعلم فينا و الله اعلم في امورنا. في هذه الوقت الان. تحمل طفل صغير. احد الشبان هبى لمساعدة بها طبعا الان. لهناك اطلاق قصاص. موسيقى 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 شو اللي صار معكو؟ أعضر ونوضعنا من فارج الفلوجة بقاينا قاعدين أمني في مدرسة فلوجة لنا سنة والحين طرينا للرحايل أكثر مارسين رحينا للمدرسة والله يا شيخ تعبنا 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 كيف مشيتوا من هذا الحاجز؟ كلهم أطفال صغار ومشعفين كيف ندبروا مورنا ولوصلا ما جبناه شيء جبناه ما يمشي حال نبيه يوم واحد يا الله نعم الوكيل عالي كان السباب موسيقى موسيقى الشرى أخيرaur بجوزة مطلعاً سنة حدداً معه طريقاً تشجعي مختلفة في ميزورة في ميزورة أعتقد أنه لها مختلفة مختلفة تحييران إلا أشياء تحييرهم لاحقًا في مقابل إنه سهلاً على الأمام وليس أنت هناك لسيء من الأمام لكنك تحييراً على مقابل مختلفة تحييرها إلا أوشيئاً لذلك أحدثهي من مقابلات حقوق في البلسانين في ميزورة here in the south. I am based in Almuasi and I've also been to Hanyunas and Deerabala. I would say the overwhelming visuals that you get is tents as far as you can see, but they can barely be called tents. They're makeshift shelters. Driving down from different areas that we have programs and projects in, there's traffic, but it's not from cars. It's from people, the immensely packed people in this one street. You know, there's tents lining either side. There's makeshift markets and stalls where a lot of prepackaged food, pieces of metal, empty water containers are sold. You see, but I would say for civilians on the ground in Gaza, it hasn't changed their situation. You know, they still are living in the same circumstances, regardless of the intensity of the hostilities that are ongoing or not. They're still living here in tents. they still can't return to their homes. They still don't know whether their homes are standing. They're still struggling to feed their families every day, to find drinkable water, to find the energy to keep going. So I would say for civilians, regardless of the hostilities, they're still in this situation of limbo and uncertainty and insecurity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ترجمة نانسي قنقر